كيتسلفوا كيتكلفوا كيطيحوا كينوضوا كيكريديو كيتعدبوا وفي الأخر كيدوزوا في جهنم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلا من راح يمربوك مرحبا بكم فيديو جديد موضوع جديد صراحة لواحد الموضوع اللي خاصكم تكملوا حتى الخرجزكم لألف خير خاصة أنه موضوع الساعة وحنا على أبواب عيد الأضحى اللي يدخل علينا بصحة والسلامة وبالهناء وراحت البال هذه هي اللي غدين هضرو عليها اللي ما كتبع ما كتشراء لا بمل لا بذهب نتمنى إن شاء الله هاد الفيديو لقاكم كلكم على خير وبخير مرسحين في عقلكم وقلبكم شاهدوه بكل حب بكل فراح مرحبا وألف مرحبا بالناس جداد اللي نضموا القناة قناة قناتكم منكم ما إليكم شكرنيكم على نظيمكم وعلى تسجيعكم وليا جزاكم الله ألف خير والناس اللي في القناة انتو ممرين طرع إلتي الثانية جزاكم الله ألف خير على حسن المتابعة على تعليق الزوينين باش كتحفزوني دائما وعلى وقفكم معايا جزاكم الله ألف خير نتمنى إن شاء الله لكم توفيق والنجاح هنا غنشارك معاكم أفكار جديدة كيما كتشوفوا معايا أوريتكم الخامية اللي كانت درت الحمر والكحل غادي نبدو اللون لغرفة النوم درت هاد اللون زوين مبرد صراحة نشأت لي اسمية دي لهاد اللون قولوا لي يا لبنات بالضبط اسمية دي لهاد اللوين هذا اللي درت درت هاد المنطة هادي حيت اللي شفتوا معايا ودرت هادي ودرت هاد المخيدة هاد خيطها في واحد تي شيرتها كخفيف ومبرد كما شفتوا معايا مخيدة جت زوينة وهذا تي شيرت خورة غادي نقطعه غا نخرج منه جوجم خيدات حتى هم إن شاء الله غيكونوا زوينين يعني كان حاول ناخد أي حاجة فيها هاد اللوين هذا ونستعملها لغرفة النوم باش إن شاء الله أنا أعطيها عاوتاني واحد لون جديد مبرد لون صيفي اللي يعطاني عاوتاني واحد الرونق واحد لغرفة النوم دائما كنعبوه على الألوان كيعطيونا الراحة النفسية واتقال إيجابية نتمنى فكرة إن شاء الله أو أفكار سنشارك معكم تقريبا ثلاثة ديال أفكار سنشاركهم معكم إن شاء الله بقوا معي حتى الأخر ديال الفيديو بلايك وليشتراك والبرتاج مع الأهل والحباب جزيكم الله ألف خير ببرتاجيو لحبابكم ببرتاجيو لقناة زيد القدام حتى هي علش الله علش حتى إحنا ما نوصلوش علش نحقرو راسنا إن شاء الله ربي عاوننا نتمنى إن شاء الله توفيق حتى حاجة مبعدة عند الله والحمد لله الأهم الواحد يدير نياء ويكون قلبه الصافي ويتقل على الله نبدأ على بركة الله أنا أخذت واحد البيجا ما عندي مبقاش صرحة الاستعمال قطعتها هي هادي غدي نخرج منها الخامية اللي كنت لكم حيت اللي فيها الحمر والكحل اللي كنت بترت في أيام البرد فاش كنت بترت الوين الحمر والكحل وين دافئ اللي يدفي دابا ما بقاش هاد اللوين هادا صالح لأنه خاصني ندير شي لوني مبرد غادي نحيد هاد الحمر والكحل اللي كنت استعملت وغادي ندير هاد اللوني كلكم دابا هادي خامية اللي كنت ترتب الحمر والكحل خديت واحد الشال خفيف غلفتو هاكا من جهة الشرجم بالتوب كحل وجاب حالها كده جيت زوين الصراحة كانت منسبة في البرد ولكن اعطتني واحد هادا سخونية للبيت لأنه كتعرفوا الكحل فاش كتضرب في هادا الشمشقة صح كيز خن اللي بيت بزاف 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 داكشي على شحيت هادا الخامية هادي غادي ندير كيم ما او قلت لكم الخامية غادي نديرها خفيفة واللوين مبرد عند خلفها البيض كما انتم معارفين البيض دائما الوين مبرد والها بيض ايامنا ويامكم بالسعادة والفرح والرزق والتي سير لنا ولكم والهانة وراحت البال اللي غادي ندير عليها نبدأ والموضوع ديالنا وحنا نقدف الخامية ديالنا بعد اما قطعت البيجامة اللي شفتوا معايا هنا يا بديت كان نخيط فيها لسقط لها توب اخر بيض اللي غادي يجي من جهة الزاج وغا ندير لها واحد اللعيبة غادي ندير سبيب غا ندير جوج هكا العيبات اللي تجر لي الخيط باش الخامية تحيد بلا ما نطلع هكا انحيدها ولا ندير دوك الحديدات على العود ها هما العيبات اللي غادي ندير خديت هنيا هادا العيبات هادو غادي نستعملهم والسبب اللي غادي نستعمل ان شاء الله وانتم معايا نبدأ على بركة الله موضوع ديالنا اللي هو موضوع الساعة كل شي كي يجري كل شي كيتكلف كل شي كيتسلف كل شي كيتعدب كيف يفكر كيفاش غادي يجيب الحاولي كيفاش غادي ديوز العيد كيفاش غادي يشري اصلا الوقت مشحرة الوقت غالية الله يرحمنا الله يرحمنا برحمته مواكلا الدق غير الدرويش والمسكين اللي ما عندوش اللي واكلا الدق في هاد اه لما احنا هادي اللي احنا فيها الله يرحمنا ويخفف اللي قادر يعطي يعطي اللي قادر يعاون يعاون اللي قادر يشري اه اه الخوة المسلمة دير فيها الاجر يشري له يدي اه الاجر اللي اه ما كيتباع ما كيتشراء خاصة اللي فرحتي المسكين وما احلى هالفرحة انك تفرح انسان جربوا البنات ديروا الخير اه ولو بحاجة مبسيطة وحق الله العظيم الى واحد الفرحة ما نقول لكم مش كتحسوا بها والحمد لله والحمد لله انا جربتها في الناس اللي اه اخوان بغيتش نتكره هاد المسألة هادي ولكن غادي نتكرها باش حتى انتم اه ندير فيكم الحمس انكم اه تعاونوا اخوتكم المسلمين بهاد القانوات بشار بيبركلينا فرزقنا ان شاء الله الله طريقة البنات كتدخلوا عند اه شي واحد تقرب مثلا ان يكمل اعلف كتكملوا ليه بالاشتراك البارتاج بارتاجيه مع الاهل والحباب اه حطوا في المنتدي اللي عندكم قاع المنتديات بجوج اه بحالي كما كان دير المهم فرحو اخدكم المسلمين والله العظيم الا واحد الفرحة ما نقول لكم مش حسيت بها من دوك الناس اه وخا ما كان عارفهم ما كان يعرفوني ولكن واحد الفرحة ما نقول لكم شو واحد ليحسس زوين بزف انك تفرح انسان وما ادرك ما هي اه الف مشترك صعيبة 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 انك تجمعي خمسة اليوم لغد ليه طيرهم لك اليو يو وتجمعي عشرة عود تانين يومة لغد لي عود تانين تلقيهم طارو المهم شي حاجة ليصعيبة ما بقاتش سهلة الف مشترك رمي جمعها غير الفم ربع لاف ساعة ما يجمعها غير الفم الله العظيم الا تعاونتوا مع اخوتكم المسلمين شاهدي لها الفيديو في عشرة دقيقة خمسين اه دقيقة المهم شاهدي لها شجعيها وخا ما كتعرفيها ما كتعرفك المهم دير انتيار خير بينك وبين اه الله وربي غادي اه يحسبو لك عندو وغا تدي الحسانات وخاديك سيدة ما كتعرفيها ما كتعرفك ما كيعجبكش المحتوى ديلها المهم يكون محتوى ليستحق يعني بمعنى محتوى محتارم ماشي اه اللي انتو ما عارفين بلا ما ندوي عليه المهم نشجعه ليستحق نشجعه باش نديرو الخير اه في بلاستو ما ندوش في شي حاجة اللي ما خسناش نديرو فيها الخير المهم دائما اه الواحد راكي يعرف اه فين غادي اه يدير الخير وفين ما غاديش يديرو باش ما يديرش فيه عوض ما يدي الخير يدي اه اه دنوب الناس اخرين هنا الخامية دياليها هي اه بعد ما علقتها درت لها هاد لعيبة البنات كان نجرر بها اه الخامية ديالي بلا ما نطلع فقر كرسي ولا اه شي حاجة مهم طريقة زوينة كتجري من هنا ومن هنا بهاد لعيبة اللي درت بالسبيل هات الطريقة جت عملية وزوينة والخامية خفيفة وعطتني واحد اللون عاوتاني واحد لما انظر الغرفة النوم واحد الرونق ما نقول لي مش احساس اه بالبرودية اللي عطتني لها الغرفة والله العادي ميلا اه شي حاجة زوينة بردة صيفيا اتمنى تعجبكم الفكرة حتى انتم ما الا عندكم شي اه صريج بحالة هكدا ولا اه توب موجود عندكم ديروه استعملوه طريقة اه كيما شاركت معكم ساهلة البنات ما فيها حتى شي حاجة صعيبة المهم نرجعو الموضوع ديالنا ديال اه الاضحية اللي كانت تكلفوا عليها ان انا اه نشريوها وناخدو كريدي على قبلها ولكن في النهار اه العيد كان عيدو مغمومين اه مغيرين ما عندنا خاطر علاش هاتشي كله علاش هاتشي كله دائما الانسان يضرب على اه راح تباله هي الاهم الفرحة الحقيقية هي الاهم الفرحة الحقيقية هي الاهم اننا نفرح رأسنا ونفرح وليدتنا فين احنا في الشرع فين احنا في السنة كنقولو نديرو السنة اه نديرو السنة ولكن نديروها بطريقة اللي ترضي الله ولي قلنا عليها الرسول عليه الصلاة والسلام نفرح بالاضحية ديالنا مثلا كينينبعد الناس كيعيدو عند الناس الاخرين بزز منهم كيديرو الخطرتوك الناس الاخرين يعيدو عندهم يكونوا والدين يكونوا يكونوا المهم كيمشيو كيعيدو عندو كل ناس الاخرين يبزز منهم هنرا هذيك الفرحة نتبقاش الفرحة Stone كيتكلفو وتسلفو ويمشو ويعيدوي للناس الاخرين كيهديو العيدة لهم للناس الاخرين كيهديو الفرحة ديالهوم هما للناس الاخرين هنرا ما بغتش السنة السنة هي أنك تفرح ولي ذاتك وتفرح و incoronalتerry براسك بالأضحية ديالك لديد بهالاغر كما بغيتي تاكلها كما بغيتي ماشي للناس الاخرين دائما كما كان يقول لا نرميوش في كيس المدقوب نقولوا احنا درنا الاجر ولكن احنا ما نديروش الاجر نديرو الخير فرصنا اولا ونديرو الاجر كم ما ينبغي وديك الساعة تربي يكمل كل واحد عندو احقو كل واحد دوز حياتو كل واحد حر في حياتو من نزيروش على الناس ومن نصرقوش ساعتهم وفرحتهم باش احنا نرضيو نفسنا ولا نخليو روسنا في التعاسة ونعيشو اللحظة بسوء بقلة الخاطر وباش نسعدو الناس الاخرين الا دائما واحد يضرب على راحتو اولا ويدير الخير في بلاستو نحاولو دائما نفكرو بعقلانية نحضرو عقلنا كما قال الله قال الرسول لا ترمو بانفسكم الا التهلكة الانسان كي يحط نفسو في بعض الموقف اللي هي الصعيبة كي يضربها راسو كي يضربها حياتو باش يسعد الاخرين الاخرين دوزوا حياتهم عيشوا حياتهم كيف بغاوها عاشوا اللحظة كيف بغاوها كيعيشوا حياتكم انتوما كي يسرقوا الساعتكم انتوما درووا على ساعتكم وعلى حياتكم دوزوا لانو الحيات راها كنعيشوها راها مرة واحدة ماشي جوج نتمنى موضوع ان شاء الله يعجبكم فيها بزاف ميتكال لكن الفيديو ما بغيتوش يكون طوي الكاين مازال ميتكال الكاين مازال ان شاء الله غضي نزيد نوضح اكترا في هذا الموضوع بالاخاص ان شاء الله يا ربي يكونوا معي بلايك وليشترك والبرتاج مع الاهل والحباب هنا شاركت معكم طريبيش وشاركت معكم جوج طريبشة البنات واحد هذه اليديدة ديالة البرات كانت منole الافكار يعجبكم والخمية اللى شاهدتم معايا ديال اليوم مختلف كان هذه الاخياطات والابنات الي يعجبهم هذا الافكار ديالة الدحات هذه الست Clinic ديالة البرات خيتت معاكم واحده في الjip tiver معيlya الخميين اللى شاهدتم معايا المهم دائما نتجيب الفكار جديدة نشاركهم معاكم كانت مني يعجبكم تهلا فروسكم